كاريه قديمة مع سليم فوسوفارا ورهة إمام العالم الكل الراجل بعد عزه ودلاله يلقى روحه منوتي وإسكرتي بالبوليسية قدام خمسين مصور ثم زاد أفير وينشتاين في 2017 وهذا المنتج الهوليودي المعروف اللي منها انطلقت حملة ميتو نرجع القضية المشهورة اللي صارت على مستوى محلي وبالضبط بالضبط في الحومة وكنا طرقنا لها والحيثياتها نلخصها في كلمتين ظو الحماص اللي كان يقلق ويهرسل في كليونات اسمهين لحجي مجارته اللي تمادة حتى وقفتلو اسمهين وعملتلو محاكمة في الحومة قدام اليسوى وما يسويش كارثة بالنسبة لضو اللي بخلاف انه تهنتل وقدره طاح اخسر أكثر من 20% من اللي باخده مخشي اسهم ضو طاحت كما طاح الاتحاد السوفيتي كين خايف لا يوصل للخبر الخوه الكبير اللي عمله المشروع واللي ضو يخاف منه برشا مسكين ضربته لحيوت حتى قرر يمشي يعمل استشارة عند محسن محسن عرصة الحومة واللي كل واحد يوحل يعمل عنده كونسولتاسيون كيف مشيه ضو المحسن القهوة هو ما زال ما تكلمش ويزهر عليه محسن هكا ضو في بلي بيك عاقل والتفاميليا نسمع بيك تقلق في نساء الحومة ما تحشمش على روحك في محل خدمة تسترزق منه مخرج راسك وتقلق في بنات الخلق ما في بليش بيك رمز تسلكتها ما تحتش بيك واحدة بنت امها وبوها راهي خرجتلك عينيك وكسرتلك الحانوت ضو اللي يبكي ويطلب في السماح ويتشحت في محسن بيش يلقى له حل محسن عمل دقيقة صمت فيها هي لقى حل وكان كالأتي ضو الأزمة هذي بيش نتخطاوها ونخلقه مضاعف قوة واحد الحانوت بيش نخرج وخبر انه تباعة اما هو بش يقعد ملكك اثنين تجيب واحد من ولاد عمك اللي ساعة ساعة يجي ويعونوك وهو السيد هذا يقف على الحانوت ثلاثة الفلوس اللي يريقد عليها ومخبها ومن غير ما تقول لي ما عنديش تحسبها وتجيبها معاك أربعة نشوفوا حانوت في حدائق البهجة حومة جديدة وفيها حركة وما يعرفك فيها حد ونعملوا نقطة بيع ثانية خمسة الحوم هذي ما تعفسهاش عامين حتى ينساوك اه حقا قبل ما تمشي تطلب اسماح من اسماهين وتحجم لي هيك الشلاغم والمرة الجاية بش ناخذ أجر تيراني ضو رجعت فيه الروح وقال المحسن أنا الحم وانتي السكين ومن غادي انطلقت المشروع الحماص